لازم نعرف ليه حضرت النبي يقول فأحب أن ينفع عملي وأنا صائم لأن العمل بالخواتيم فالعمل دلوقتي مرفوع وفي نهاية العمل المرفوع ده صيام ففي نهاية العمل المرفوع إلا حاصل العبرة بالخواتيم فأنا صائم فمرفوع عملي وأنا صائم فالله سبحانه وتعالى يقول فإنه لي وأنا أجزي به فالعمل كله يبقى ماذا؟ مضروف في كرم الله في جزاء الله ويبقى إيه اللي حاصل؟ هذا يبقى عطاءه لا يعد ولا يحصى العمل ده فكأن رسول الله يرجو أن يكون العمل كله كأنه صيام فإيه اللي يحصل؟ فيكون العمل كله لله مش داخل بقى في الحسنة بعشر أمسالية ولا إلا سبع مئة ضعف لا 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 خالص ده داخل في إيه؟ في النعم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وعشان كده حضرت النبي يقول فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم السر الثاني بقى اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوم يكاد يكون يسوم شهر شعبان كله إيه اللي حاصل؟ والاستعداد الفعل لشهر رمضان إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينفي فكرة فكرة العبء في العبادة طب عشان ننفي فكرة العبء في العبادة إيه اللي حاصل؟ نتدرب على الصيام؟ يعني إيه التدريب على الصيام؟ وحضرت النبي كان محتاجي التدريب على الصيام حضرت النبي صاحب الشرع هو بيعلمنا إحنا فحضرت النبي كان يتشوق ويتلذذ ويقيم الليل كله فحضرت النبي مش هو اللي محتاجي التدرب هو بيعلمنا إن إحنا لنتدرب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ففجرة التدريب على العبادة مهمة جدا 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 عشان العبادة ما تتحولش إلى عبء على الإنسان حد يقول ما تقولش كده أن العبادة عبء لا فيه ناس بتربي الناس على ده فلما تتدرب على الصيام يبقى داخل على صيام رمضان اللي هو صيام الفرد وهو في حالة جسدية ونفسية جيدة وزيك العلماء بيشبهوا شهر شعبان بالسنن للرواتب اللي بتهيئ الإنسان للدخول على الله سبحانه وتعالى فزي ما منصر للسنن قبل الفرائد عندنا كمان شهر شعبان سنة لصيام شهر رمضان اللي هو الفرد وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسخ فينا حاجة مهمة جدا جدا يكاد في نمط التدين اللي انتشر يجي من مئة سنة ومن تمانين سنة عندنا في حياتنا هنا قاعد بيكرس فينا أن العبرة في التدين وفي المعاملة مع الله ليست العبرة بالأرقام ولكن العبرة بالمعنى التدين اللي بيخلي العبرة بالأرقام وبالعدد ده تدين أنا بسميه بالتدين الكمي لأنه بينظر إلى السلوك مفرغا من المعنى مفرغا من القيمة وعشان كده العبرة في العبادة أنك تسوم شعبان كله وتضغط على نفسك ولا العبرة أن أنت تعمل من العمل ما تجد فيه قلبك وما يبقاش عندك إحساس بأن العبادة دي أعمال شقة تحتاج معاها تتعب وتحتاج معاها ترهق وتحتاج معاها أن أنت تمنع حياتك فعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله هنا بقى شوف السيدة عائشة فهمة إزاي وشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل أكيد السيدة عائشة كانت وكأنها فهمة شوية أشياء إن الرسول الله كان بيواصل فكان لما يواصل حضرت النبي الصحابة يقول له ألم تنهانا عن الوصول يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فرسول لم كمل معانا في تفهمنا من أن العبادة جاي المقصود بها الوصول إلى العبودية لا الوصول إلى الأرقام الرصيد طب إيه علاقة دابة اللي بيقوله حضرت النبي إن خذوا من العمل ما تطيقون إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يخلينا نخلي العمل جزء من حياتنا العمل الصالح والعبادة جزء من حياتنا فلازم عشان تبقى العمل الصالح جزء من حياتنا مش جزء من سلوكها جزء فيه فرق إن الحياة أكبر من السلوك طبعا أنا وبقولي الكلام ده بعض الناس بتعود التدين كمي يقولي عيدا مع العبادة هي السلوك إن أنا أعمل الحاجة وكررها لا ده أنا أعمل الحاجة وأخلاقي تتكرر فتحلو فأذوق حلاوة الإيمان فأعمالي وأنا بكررها بتحلو أذوق حلاوة الإيمان فيها لكن أنا لو بكرر العمل على إن السلوك هتتحول العبادة إلى عادة وعشان كده أحس بإن أنا إيه؟ أحس بإن أنا فيه فراغ فلازم أعمل الفراغ ده بإيه؟ بإن أنا صاحب عبادة وصاحب رصيد عند ربنا فتتحول العبادة اللي كانت المفروض تخليني فقير ومنكسر إلى الله إلى شيء بيخليني أتطاول على الناس وأحس إن أنا عندي رصيد والناس دولا ما عندهمش رصيد